والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة نوز لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز جايلنا سؤال يحمد عن الاستعجال في الرزق طموح العالي اللي مش متواكب مع الوقت خلينا أقرأ لحضرتك السؤال كيف ممكن أعمل كنترول على شخصية العجودة للرزق والتفوق في الحياة الطموح كبير بس الدنيا عكس كده تمام يبدو أن فيه سعي جامد بس النتائج متأخرة شوية لو دخلنا جوالعقل في مقولة قالها مش متذكر حقين من الشرق الأقصى تريما قالك والموضوع ده ليها مردود علمي يعني راسخ قوي بيقولك يعني اضعف طموحك وقوي قدرتك على الحلول والسعي عشان تمنج التوقعات يعني توقعاتك تديرها كويس لأن أغلب الناس اللي عندها طموح أو مستعجلة فقدة فكرة المتانة والقدرات الصبر مش غير الصبر كمان تقوية المهارات والقدرات اللي تخليك تلائم طموحك تلائم طموحك ده وفي الآخر احنا بالنهار ده لأنه بقى فيه مرتع للطموح ليه لأن الناس حمالة تشوف نجاحات بس ما بتشوفش المجهود اللي وراء النجاح ده بيسموها مرتبطة بالإفنت مش بالبروستس بالنتيجة آخر لقطة آخر لقطة ومش شايفين المصرح الخلف والمعاناة والاجتهاد وأنا الموضوع ده بشوف كتير قوي 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 في الشباب ولما تتكلم بيبقى فيه دايما مطالب واستحققات بس ما فيش مجهود ملائم لهذا الاستحقق اشتمن اشتمن ما بيدفعش فشغل نفسي بالمجهود مهم قوي تنمية مهارات معاناة قدرات معاناة انت عندك استعداد تدفع التمن ولا لأ مقابل مقابل طموح لأي طموح اي كان بما فيش شهرة الشهرة الواسعة والنجاح الكبير قوي زي ما الناس بنشوف مشاهير قوي بيها تمن طبعا انت فاهم حيثيات التمن ده فاهم الباكستيج بتاعه ولا لأ وفككه وحطه في صورة خطوات معاناة وبتدي يشتغل عليه لأن التدرج ميزة في التدرج أو البروجراشن احنا بنقول عليه البروجراشف ليرنينج ده ان انت بيقاهلك للخطوة اللي بعدية اول ما بتتاهل في الخطوة اللي بعدية يلا بتخش على الخطوة اللي بعدية وهكذا وانت جاهز اما الصعود السريع ده معروف ان انت بجانك واقف على خلة سنان عارف انت اللي بيلعب بكمال اكسام من فوق رجله ضعيفة بيحصل عميل كولابس تمام الراجل اللي عمل كتب كتاب العادات الذرية بتاع الاتوميك حابتس ده قالك الناس بتحط يعني القصة مش قصة بالامال والاحلام والاهداف بس ناس كتيرة اخد دخلت ورش اهداف واحلام وتخطيط وما حاطتش عملتك التأهيل بقى لاننا السيستم اللي انا عايشه النهاردة انت انت اصلا مش قادل توضى بسريرك مش قادل تصحى بدري عشان تروح تلتزم تلتزم او تقوي الديسبلين بتاعك عشان تقدر تأدي طموح ده فلو توافق الطموح مع المجهود والسعي مفيش مشكلة هو طبيعة الحل يعني هتلاقيه بطموحه بيزيد اوتوماتيك لو هو قادر على ده بس المشكلة انه هارده ان انت لو حطيت طموح واسع قوي او حاجة بعيدة المنال انت زيان بيقوله انت بتأهل نفسك للفشل ولليأس والاحباط يعني هارده بيقولك شباب محبط محبط من ايه قياسا على ايه بقى انه عايز يبقى واحد اثنين ثلاثة اه عايز عنده طموح كبير قوي وعنده قدرات ضعيفة قوي طب ما دي معدد فشل معدد احباط وفشل جهزة وجبة سريعة يعني الشغل كله عقدرات والفعل اه طبعا طبعا وعلى قد قدراتك بتؤهل وبتلاقي احلامك بتجبر تلقائيا بشكل ناتشرل او طبيعي مش بشكل مفتعل انا شايف النهارده الاحلام والطموحات مفتعلة مفتعلة وبعدين بنقس هيقولك فلان بنقس على حاجة اسمها الناس اللي هي بتنجح واحد في المليون ويقاص عليه ويتعمم عليه ويقولك طبعا ليه ما بقاش من واحد من المليون دول حرام حتى في استاتيستيكلي في الاحصائيات ما انت يعني كانك بتراهن على ان واحد في المليون انت ممكن تراهن على ولادك في رهان زي ده لا طبعا فخليك يعني انا بحاول اوزن بس الطفح اللي حصل ده مش لان الطموح عيب ومن كل من حق كل واحد يحلم وكل حاجة بس بقى فيه تجارة في الامل وده اللي انا خايف منه اوكي الشغل كله يبقى على التزامي وجديتي اه طبعا وانا الواحد يا ربنا هيرأيني خطوة خطوة صبع تسلم يا حمد ربنا يكرمك برام